حديث عن مباحثات بين العراق وإيران لإجراء مناورات بحرية مشتركة كشفت عنها وسالو إعلام إيرانية خلال الزيارة التي يجريها قائد القوة البحرية العراقية اللواء أحمد جاسم عارج لطهران ولقائه بقائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري حيث بحث الطرفان العديد من الأمور أهمها تطوير التعاون الدفاعي في المجال البحري وإجراء المناورات البحرية المشتركة وبينما لم يصدر أي تعليق عن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فإن مسؤولا عسكريا في وزارة الدفاع نفى علمه بوجود أي مخطط لإجراء مناورات من هذا القبيل مؤكدا أن الحكومة تعيد تقييم موقفها من التعامل مع الحرس الثوري الإيراني بعد وضعه من قبل الولايات المتحدة على لائحة المنظمات الإرهابية لكن المسؤول أحجم عن تفسير أسباب زيارة قائد القوة البحرية إلى إيران ويقول المراقبون أن الإعلانات المتكررة الصادرة عن جنرالات الحرس الثوري الإيراني بشأن التعاون العسكري الوثيق مع العراق تأكس نزعة هذه القوة إلى تأكيد عدم تأثير قرار تصنيفها منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وصفين الحديث عن مناورات مشتركة بأنها نكتة بالنظر إلى الأساس الأمريكي البريطاني الذي يشكل العمود الفقري للقوة البحرية العراقية بعد 2003 ويعتقد المراقبون أن الولايات المتحدة وبريطانيا لن تسمح بأي حال من الأحوال الإيرانيين بالاطلاع على أسرار المعدات الحديثة التي جرى تزويد البحرية العراقية بها ناهيك عما ينتج عنها من تأثير سلبي على العقوبات المفروضة على إيران في الأثناء حذر السياسيون العراقيون من تأثير أي مناورات مع إيران واستفزازها للجانب الأمريكي لما تمثلهم الرسائل تريد منها إيران استعراض نفوذها في العراق وفقا لمصالحها الخاصة بينما ينجر الساسة في العراق إلى ذلك بحكم علاقتهم معها متناسين مصلحة البلاد